بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة منتكلم على اهم الاخطاء اللي بتحصل هو احد شغال بيم مش بنتكلم على سوفت وير مش بنتكلم على برنامج معين بس بنتكلم عموما انت شغال بيم ايه اهم المشاكل اللي ممكن تحصل اول مشكلة ممكن تحصل ان انت تستخدم البيم كاينك بتستخدم كاد يعني هو مجرد بس اختلاف واجهة المهم بس لما نتبع البيدي ايف والكاد يطلع نفس الشكل تمام فانا فجيتها بكاف مشروع من دون ذكر اسامي يعني ان هما الرسمين الحاجة وخلاص يعني مهم اللي تطلع في الطباعة الحاجة دي يعني بمعنى ايه فيه مكناة مثلا وابش لقي المكناة ممكن يروح رسم دقت ويقولك دي المكناة بحيس انها لما اتبع مرسومة مربع فالواحد ما ياخدش باله ويعديها يعني هيا في البيدي ايف بين انها سليمة بس لما بتدخل وببص عليها في الموديل بتحس بمصيبة وتحس ان انت هتعيد الشغل كله من الاول وجديد ممكن مسلا مش عارف يرسم كيبرت ريفا يرسم دقت يرسم حاجة تانية اي يرسم بايب المهم انها في تو دي تطلع سليمة خلاص طبعا ده بدي عمل مشكلة جامعة لما تجي تعمل حاصر تلاقي الارخام كلها ضربت منك تمام لما تجي تشوف الكلاشات بتلاقي كلاشات مختلفة غير اللي انت عايزها بتلاقي حاجات ترهيبة جدا كان كده انت بتشغال بم انت كده شغال حالة ما انتيش تمام طيب ايه الحاجة التانية ان انت تدخل الدي دابلو جي او او الكاد في قلب المشروع بتاعك وتسيبه او وتفجره بيدراب للملفات يعني سواء مثلا شغال اركي كاد او شغال ريفد او شغال البرامج تاني الموضوع ده مش صحي بيخلي الملف يدراب معك بعد فترة ويبقى تقيل وفي مشاكل وتسأل مشاكل جات منين جات ان انت دخلت عنصر عميل خاين اسمه دابلو جي في قلب الملف وفجرته فبعمل اعمال التفجرية دي بيتدمر البنية التحتية للموديل الحاجة اللي بعد كده اللي هو موضوع استخدام 2D تمام يعني احنا هنطلع المرة دي ايه هنطلع البلانات فخلاص الحاجة اللي انت هتاخد منك وقت اطلعها 2D يعني في قضي كل حالات تستخدمها لان ده بيعمل لي مشاكل بعد كده في حاجة الحاجة برضو المشكلة اللي بتوجه كتير ان كن في نفس الحاجة ومستخدم لها كذا فاميلي يعني مثلا عندي كورسي مثلا معين فهو نفس الكورسي بس هنا استخدمت فاميلي معينة وهناك استخدمت في الدور التاني استخدمت فاميلي تانية اللايتنج مثلا هي ورس الكشاف بس دخلتنا كذا فاميلي او فيه كذا واحد شغال فواحد دخل فاميلي معينة من مثلا شركة اكس واحد دخل حاجة من شركة تانية اسمها واي فده بيعمل له مشكلة في موضوع الحصر دي من ده من المشاكل اللي بتواجه الواحد كتير واشغال في الموديل الحاجة اللي بعد كده موضوع الوركسيت الوركسيت بعمول حاجة معينة اللي هي ان انا بتحكم في مين يشتغل في ايه الوركسيت في اي كذا برنامج ببرامج البين ممكن تكون باسم مختلف بس هو مقصود بيه ان انا ما خليش اكس فلان دوت يدخل على شغل اللي انا عملو ويحرقو او يلغيو او ايه حاجة ففي الناس كتيرا في موضوع الرؤية لا الرؤية اللي هي حاجة تانية الناس بتستخدموا حاجات تانية غير اللي هام مصنوع لها فده بيخلي بتحصل من شكل بعد كده الحاجة برضو الخاصة ببرامج البين ان انت تشتغل على الـ center file هو اغلب البرامج بيبعنده سنترال فايل وبيبعنده الاول ما تجي تفتح السنترال بتقوله انا عايز ملف لوكل فبياخد السنترال فايل دوت ويعمل لوكل عندك عالجهاز ويعمل جدا كل شيء بتعمل سنكولزيشن فبياخد ملفات بتاعت اللوكل ويعمل تبادل بينه وبين الملف اللي موجود على السنترال فانو انا فتحت السنترال اي حد تاني يفتح لوكل هتعمل مشاكل فمفروض في برنامج بيخلي البيمانجر يعرف اذا كان في حد فتح الملف دوت سنترال ولا كله فعلا فتح لوكل هو الملف ده برنامج ده باع اوتو ديسك برضو ووركشين انجو منوتور فور اوتو ديسك ريفت ده بيقول لي اذا كان في حد فعلا فتح السنترال او شغال مش لوكل او شغال يعني بياديني شوية معلومات ويحد بيعمل سنكولزيشن يقول لي اكون انا فتح الملف فاعرف كل حاجة بتحصل في ملف ايه ده ممتاز جدا يعني دي اهم الاخطاء للواحد شايفة في استخدام الموديل ونتمنى تخفي ان شاء الله الف سلام اشتركوا في القناة